دكتور مهند مجدي الحقيقة النهاردة رئيس بعثة النادي الأهلي في الإمارات كان متواجد الحقيقة طبعاً وكان معه سيادة السفير تكريم السفير سيادة السفير أو تكريم الدكتور مهند مجدي لسيادة السفير على كل مجهوداته اللي موجودة معانا خيراً نطلع نشوف هذا التكريم وبعد كده نشوف أيضاً لقاء مع سيادة السفير ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة أولاً دا شرف لنا أننا نستقبل بس نادي الأهلي تاني هنا في الإمارات زيارة عزيزة علينا جداً جداً إن شاء الله تبقى فعالية رياضية ناجحة جداً نعكس فيها الوجه الحضاري لمصر النادي الأهلي دايماً وأنا قلتها أكتر من مرة وأنا سفير في جنوب أفريقيا وستقبلت فرد النادي الأهلي أكتر من مرة هناك وأدينا بنستقبل هنا تاني النادي الأهلي في الكاس السوبر إن شاء الله دائماً سفير لمصر والكرة المصرية مش بس الفريق النادي الأهلي ولكن كل الفرق المصرية والفرق القومية بتاعتنا في كل الرياضات النادي الأهلي دايماً بيرفع رأسنا دايماً مشرفنا أنا من ساعة ما جيت والفرقة والانضباط والالتزام والنظام اللي بيتبع الفريق طبعاً تحت إشراف رئيس البعثة دكتور مهند حاجة مشرفة جداً حاجة بتخلي الواحد مصري هو مفصوط أنه يبص على هذا الالتزام والانضباط وإن شاء الله كل الفرق المصرية تبقى بهذا الالتزام والانضباط ولا نقلل إن شاء أن أحد ولكن جميع الفرقة المصرية بترفع شأنها إن شاء الله جمهور النادي الأهلي جمهور محترم ملتزم جداً جداً زي كل جمهور القرآن المصرية إحن يعني أقول الجمهور المصري بصفة عامة وحتشوف حضرتك إن شاء الله في يوم المتش حتشوف الجمهور المصري متوجد بمختلف طوائفه الرياضية وأي أن كان انتماؤه الرياضي اللي بيشجعه هتلاقي التزام كامل الجمهور النادي الأهلي بيدي مثل الالتزام والانضباط ويعني خليني بالمناسبة دي برضو أبعد تحية خاصة جدا جدا لكابت المحمود الخطيب اللي كنت أتمنى أن أنا في شرف استقباله هنا ولكن إن شاء الله ربنا يدي له الصحة ودائما نشوفه في مناسبات وجوده كمان بيدي انضباط والتزام للجميع وأي حد بيمثل كابت المحمود وبييجي على الرئاسة الوفد الفريق لرئاسة الفريق بيمثل نفس الالتزام ونفس الانضباط أنا ببعد تحية خاصة لجمهور المصري كله ومش عاوز أخص الجمهور النادي الأهلي ولكن جمهور النادي الأهلي يعلم جيدا إن أنا قد إيه دائما بكن له احترام وتخدير وجمهور المصري كله بيرفع دائما على مصر وبينادي باسم مصري نادي باسم نادي الأهلي أو نادي الزمالك أو نادي فيوتشر وات أفر النادي أو يعني أي انكال النادي اللي هو بي وبيريميدز أنا بشوف أنه أي انكال النداء اللي بينادي بيه هو في الآخر بينادي المصر ما هي فريق بيرمز بيمثل مصر والأهلي بيمثل مصر والزمالك بيمثل مصر كل الفرق دي وتمثل مصر فأيا كان الاسم اللي بينادوا به هو في الآخر مصر بيعبروا عن حضارة مصر وعن التزام الجمهور المصري إن شاء الله بالتوفيق لحضراتكم أنتوا بتنورونا دايما وأنا سعيد جدا بوجودكم معنا شوف عليك العلاقة المصرية الإماراتية هي علاقة على قمة أولويات الدبلوماسية المصرية ده على المستوى السياسي ولكن أضيف إليه كذا بعض آخر ومن ضمنهم الدبلوماسية الرياضية الدبلوماسية الرياضية هي مصطلح يمكن حديث في السبعينات ظهر ولكن الإمارات تمارس هذه الدبلوماسية بحرفية شديدة جدا جدا وليس أدل على هذا من الاستضافة الدورة الخمسة الستة من الكاس السوبر المصري في الإمارات وأنا تسألت قبل كده طب يعني ده دليل على إيه ولتنم دليل النجاح لو كانت أول دورة في الاستضافة أو تاني دورة فشلت ما كانتش عبقى فيه استضافة مرة أخرى ولكن استمرارا للإستضافة ده بيعكس قد إيه الإمارات نجحة في هذه الفعاليات مش بس في كورة القدم الإمارات بتستضيف حلبة للسباقات الفورمولة الإمارات بتستضيف حلبات للمسارعة بتستضيف فعاليات سخفية بتستضيف فعاليات رياضية كثيرة جدا وبالتالي هو نجاح للرياضة الإماراتية وهذا النجاح في الآخر عائده لمصر مصر هي اللي بعتها هذه الفرق وهذه الفرق هي اللي بتمثل مصر فمصر ساعدت في نجاح الإمارات للترويك في الدبلوانسية الرياضية فأنا ببعت من عند حرارة تحية خاصة جدا للشعب الإماراتي والقيادة الإماراتية اللي نجحة إنها تبرز هذه الدولة بهذا الشكل من التسامح والقبول للآخر واستضافة هذه الفعاليات أنا لازم أحيي كابتن إسلام ولازم يعني أقول له إن احنا كان نفسينا نشوفك هنا معنا ولكن على الآن هذه الرسالة هتوصل له في الستوديو إن شاء الله وأرجو من جمهور النادي الأهلي إن شاء الله دائما أن يظل رفعا رأس مصر عاليا بتحية وتشجيع وطني نابع من جمهور ملتزم إن شاء الله وكل جمهور مصر بهذا السلوك والخلق إن شاء الله تبقى مورا نجحة بالتوفيق للفريق اللي بيعب أحسن إن شاء الله يعني مصر هي في الآخر الفائزة إن شاء الله شكرا جزيلا لسياد سفير شريف عيسى شريف جمهورية مصر العربية في الإمارات